أقول لكم في مفاهيم أساسية في الجواز لازم تكون عندنا لو الإنسان فقدها بيفقد الاتزان مفهوم مهم جدا جدا اسمه مفهوم الرحمة الجواز لازم الناس تتجوز عشان تتراحم قلتلكم أن احنا عندنا ثلاث مشاكل في الجواز دلوقتي هي اللي بتخلي الجواز مش متزن الجواز عند كتير من الناس بقى بيزنس بيزنس مش معناه أن واحد متجوز عشان يحصل أموال من وراء التاني لكن بيزنس معناه أنا رايح أتجوز عشان أربح عشان أحصل منفعة طب ولو ما حصلتش منفعة ده يبقى الجواز ما استحقش إن أنا أستمر فيه أو أن الجواز يكون عبارة عن تجربة إذا نجحت التجربة منكمل وإذا ما نجحتش ما بنستمرش فيها أو أن الجواز يتحول إلى صراع كل دي أشكال سواء جواز البيزنس أو جواز التجربة أو جواز الصراع كل ده أشكال من عدم الاتزان في الجواز طب إيه أشكال الاتزان في الجواز؟ إن أنا أتزوج عشان أرحم وأرحم آه أنا متجاوز عشان قبل ما أكون أنا محتاج السدر الحنين أنا كمان أكون سدر الحنين محتاج إن أنا أعيش الجواز في ظل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنا مشتاق لده مشتاق إن أنا لما أروح أتجاوز إن أنا أبقى طيب مع حد طيب آه يبقى الطيبون للطيبات يبقى إذن أنا محتاج ده الاتزان هو ركن الطيبة الإنسان لو مش متزن مش هيبقى طيب إيه هتفتكروا إن إحنا من التكلم عن الطيب عن الشخص اللي هو مش داريانة عن حاجة وكلمة تؤديه وكلمة تجيبه لأ إحنا من التكلم عن الطيب الطيب المتزن يعني إيه الطيب المتزن إن كل حاجة توضع في وقتها وفي نصبها وبحجمها الطبيعي يقدر يوزن بمعايير دقيقة الإنسان بيتعلم الاتزان ده إزاي بتعلم الاتزان ده من أول ما بيكون طفل بتعلم الاتزان من أول ما بيكون صبي بتعلم الاتزان وهو في الجامعة قبل ما يتخرج وبتعلم الاتزان كمان قبل ما يتجاوز إحنا بنرفض إن حد يتجاوز وهو مش متزن في ناس كتيرة تيجي تقول لي زوجتها هي دي شخصيتي يعني ييجي يقول وهو بتكلم في حالة من حالات عدم الاتزان إنه هو ييجي يقول لزوجته أو يقول للناس هي دي شخصيتي ويبقى على الآخر إنه هو يتقبل هذا فالزوج يقول لي زوجته ده ولو هي دي طريقتي وهي دي شخصيتي وإن كان عاجبك وكأنه بيشهد على نفسه إنه غير متزن وشوف بقى المزاجية اللي هي أحد علامات عدم الاتزان تظهر في كل في أجل سورات ومن علامات عدم الاتزان الارتياح للخديعة لأنه بيشوف اللعاء اللي هو عايزه وخاصة من البشر لأنه عنده مجموعة من القواعد المحفوظة قواعد زي مش كل الناس كويسين ومش كل الناس وكل الناس وحشين وفيهم مش حد كويس لكن هو انخدع كتير فعنده رضا بالانخداع ولزيك إلا حاصل هو دايما عنده حالة من حالات التشكك في الناس حتى لو لقى ناس كويسين بيفضل الناس عنده وحشين ليه طيب؟ لأن الناس شبع بعضهم وأنا ما شفتش حاجة كويسة من حد ويفضل الصورة دي عنده ويبتدي يرتاح للفكرة دي ويرسم لها صورة بس بيتكلم بهذه الصورة طول الوقت وبيعمل إيه؟ بيعمل إنه بيكرس الصورة دي في نفسه وبعدين الشخص ده كل محاولاته لإعادة من الانخداع تخليه يقع في الانخداع الاتزان يعني نكتعيش الحقائق مع الناس وتتعامل مع كل علاقة جديدة من غير محاولة تعويض اللي فاتك آه ده مهم جداً ولزيك تعرفوا؟ بننصح الناس لو كانوا خارجين من علاقة إنهما يستنوا شوية لغاية ما إيه؟ لغاية ما يتعافوا من العلاقة الفائتة لأنهما بيكونش في حالة اتزان عشان ما يحصلش محاولة التعويض فلما دي تتعامل مع شخص ما تحاولش يتعود اللي فاتك في علاقتك من علاقتك الفشلة في الشخص ده وإلا تبقى إنسان مش متزن وما ينفعش حد يحب حد لأنه كل السبب اللي هو حبه علشانه أنه هو أقصاده طول الوقت وهو كده مش هيبقى متزن لأن مشكلته أنه هو بيملى فراغ وبيملأ عوز عنده بيحاول بيملى عشان يحس أن الفراغ ده مش موجود لكن الشخص ده يمثله إيه إيه القيمة الإضافية اللي بالنسبة له ما بيمثلهش حاجة وساعتها هيبقى الشخص ده وتعيقع في إنه هو بعد كده يحس إن الشخص ده ملوش مكانة عنده ما ينفعش واحد حيران ومش عارف نفسه بشكل صحيح إنه يبتلي حد تاني بحيرته فالحيرة للأسف معدية فما تنقلش عدوى حيرتك للناس وما ينفعش إنه احنا نعيش في العبارة السلبية دي إحنا عايزين نتجوز عشان يستقر لا يا سيدي ما ترميش بالك على الناس روح يستقروا بعدين روح يتجوز من استطاع منكم الباقة تفليها تزوج هو ده كلام حضرة النبي فالإنسان اللي مش مستقر ما يروحش يتجوز الأول يروح يستقروا بعدين يروح يتجوز لكن ما سألت إن الجواز ده عبارة عن مستشفى بنعالج فيها خلل الناس وعدم اتزان الناس لا لأن حضرة النبي أمرنا إن إحنا في الجواز نكون على الخيرية خيركم خيركم لأهلي وعشان كده ما ينفعش في الألاقات بقى الناس مهم جدا جدا إن في العلاقات الزوجية لازم يكون فيها اتزان يحكم الأفعال فلازم يبقى عندنا اتزان ويبقى ننتزم ما بين العمل والحياة لازم الاتزان معناه على فكرة الاتزان مش معناه إن أنا أدي 50% العقلي وأدي 50% القلبي لا ده مش معناه اتزان ده معناه تنصيص بنصص حياتي ما بين الحاجات مش هو ده الاتزان لكن الاتزان هو إن أنا أدي كل حاجة اللي هي تحتاجها واللي تستحقه الشغل يستحق 8 ساعات أديله 8 ساعات لو ديته أكتر من كده يبقى أنا مش متزن الحياة في البيت محتاجة 5 ساعات أديلها 5 ساعات لو ديتها أقل من كده يبقى أنا مش متزن يبقى الأصل في الحياة إن إحنا نعيش بميزان نوزن الكلمة نوزن الفكرة نوزن الأولويات وكل ما كنت قادر تشغل الميزان ده في الأوقات المهمة كل ما كنت قادر على الحياة بشكل صحيح مش بس تشغل الميزان ده في الأوقات المهمة في كل حياتك وكل ما تخفل عن هذا الميزان وتنساه حياتك تصب التعاسى والاكتئاب والصدمات وكمان الاستهلاك أول شيء بيمنعنا من الاتزان هو تبريل الأخطاء بسبب سيطرة المشاعر علينا ليه طيب؟ لأننا في الحقيقة الله سبحانه وتعالى أمرني بل إن إنسانه على نفسه بصير لو بررت أخطائي بسبب مشاعري إن أنا إزاي يعني؟ أنا والله أنا بس قلت الكلمتين دول عشان والله مشاعرك أنت غالبة علي وابتدي أبرر الموقف ده لا حتى لو مشاعرك غالبك يبقى أنت عندك ما عندكش اتزان لأن أنت مفروض تدير مشاعرك وتدير غضبك يبقى بدون الميزان مش هتقدر تكون إنسان وممكن تتحول لوحشة لا أسف يعني أو آلة في إيد أي حد يستغلك أو يبتزك لعدم موجود الاتزان بين القلب والعقل والاحتياجات عدم الاتزان يا سادة ممكن يخلي الناس تبتزنا وتستضعفنا وتخلينا نشوف الوهم على إنه حقيقة وفقد الاتزان بيؤدي فينا في بعض الأحيان إلى الجنون والعصبية والتشاؤم والإحساس بالمظلومية لازم يبقى عندنا موازين نوزن بيها نوزن بيها كل الأفعال والأقوال أنا أقول لكم نموذج كده لطيفة أنا بحبه اسمه 5 جيم أو 5 جي 5 جيم دولار 5 جيم دولار وأخدينهم من سنة رسول الله عشان الإنسان يبقى ممتزن أي حاجة بتعملها سواء كلمة أو فعل أو تصرف أو قرار لازم تاخدوا من خلال الخمس حاجات دي أنت طبعا عشان كنت تكون متزن أهم حاجة في الاتزان يبقى عندك قيم لو بدون قيم يبقى أنت ما بتعملش حاجة لها لازمة يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيقول الإيمان مواقرة في القلب وصدقه العمل يبقى لازم اللي في القلب الأول القيم الأول ولذلك إنما الأعماله بالنيات باللي في القلب القيم لو أنت ما عندكش قيم مش هتكون متزن طب نعمل إيه بقى نعمل حاجة مهمة أول أي فعل أنت بتفعله رقم واحد اكتب وراي أول حاجة عشان تكون متزن لازم تعمل حاجة لها جدوى ما تعملش حاجة ما لهاش أهمية إذا كنت بتعمل حاجة ما لهاش أهمية ما تعملش ما تعملش أي حاجة ما لهاش أهمية لأن ساعة ما تعمل حاجة ما لهاش أهمية يبقى أنت بتضيع حياتك بتضيع وقتك بتضيع أفكار ولذلك جزء من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعماله بالنيات يعني إنما الأعماله بالأهميات بالحاجات المهمة ولزيك أنت في بعض الأحيان إيه اللي حاصل بتسيب عمل العمل تاني عشان هو الأهم ولزيك إيه اللي حاصل الدينار اللي بتنفقه في أهلك هو الأهم فأنت عشان تقدر تكون متوازن وما ترميش مسؤولياتك اللي هي خاصة بأهلك وتتعلل بأن أنت مشغول بالشغل يبقى لازم تتعلم من الأول فكرة الأهمية لا تصنع شيء بدون أهمية يبقى الجيمي الأولاني الجدوى الأهمية لا تصنع شيء بدون أهمية الجيمي التانية وهي دي شيء مهم جدا الجدية أن أنت أعمل الحرب جدية بعض الناس يقولوا أنا ما عنديش همة عشان كده ما بشتغلش بكسل لا أنت أعمل الحرب جدية فيبقى عندك على طول فكرة الجدية فيزول عنك الكسل ويزول عنك العجز يبقى أول حرب جدوى هتعمل حرب لها أهمية تاني أعمل حاجة بجدية حتى لو عتلعب مع أولادك شوف حضرة النبي تشوف عشان تعرف الجدية حضرة النبي راح يسابق السيدة عائشة بيعمل إيه بيعمل لعب بيفرح أهل بيته فشوف حضرتك وراء حضرة النبي وراء راح يفرح أهل بيته بيعمله الجدية فإيه اللي حاصل في الأول خالص تسبق السيدة عائشة فتسبقه فشوف حضرة النبي يجي بعد كده إيه اللي حاصل يجي ما هو بيلعبها بعضه بعد كده مستمر في لعبها وده تعلمك إن حضرة النبي كل حاجة تدخل السرور على أهل بيته كان بيستمر فيها فيستمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ده فييجي بعد كده يسبقها لما السيدة خديجة السيدة عائشة يزداد اللحمة عندها فإيه اللي يحصل فيقولها هديب تلك شوف الجدية حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفراح أهل بيته وفي إدخال السرور على أهل بيته وفي اللعب جد صلى الله عليه وسلم فخليك عندك جدية يبقى ما تعملش حاجة إلا وهي ليها جدوى ليها أمية ومتعملش حاجة بدون جدية لازم تكون فيها جدية تالت حاجة متعملش حاجة إلا وفيه جدارة يعني إيه جدارة يعني إيه جدارة يعني عندك مهارة فيها الحاجات اللي مش عندك مهارة فيها روح تعلمه وتعالى عملها تاني لكن إلا أنت عايز تبقى متزن اعمل حاجة اللي فيها جدارة إلا من الحاجة اللي انت عندك مهارة فيها تبقى اللي مش عندك مهارة فيها روح تعلمها وتعالى عملها تاني وده مهم جدا 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 تلت حاجة رابع حاجة دي تلت حاجة يبقى عندنا جدوى يعمل حاجة لازم عشان وكأن ده بتحط نفسك على ميزان الاتزان بتعمل حاجة لها جدوى بتعمل حاجة لها وانت جاد فيها بتعمل حاجة وانت عندك جدارة فيها ولا لا رابع حاجة لازم تعمل حاجة وليها جودة مش بتعمل اي حاجة وكده وخلاص بلاش تحلة القسم بلاش ولذلك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يبقى لازم يبقى فيه جودة لو عملت الحاجة بدون جودة يبقى أنت مش متزن آخر حاجة لازم تعمل الحاجة اللي فيها جمال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال والله جميل أن يحب الجمال يبقى لأنت لازم تجي تعمل حاجة لازم تلاقي فيها جمال ما تعملش الحاجة كده وتخلي الفينيش بتاعه باريز وتخلي لا أنت كده مش متزن إذا عملت الخمسة جيم دولا إذا عملت الحاجة وهي إليها جدوى إذا عملت الحاجة بجدية وإذا عملت الحاجة وإنت عندك جدارة إذا عملت الحاجة وفيها جودة وإذا عملت الحاجة وفيها جمال فأنت إنسان متزن تعالوا نشوف كده يبقى أنت لما تيجي تختار شريكة الحياة أو لما تيجي تاخد قرار في حياتك شوف القرار دي أهميته إيه شوف إذا جواز بالنسبة لك أهميته إيه رسالة إيه المعنى اللي أنت عايز تتجوز علشانه لو تتجاوز بس عشان دي مرحلة ولازم الناس تتجاوز وخايف من كلام الناس انت كده مش متزن لازم تكون متزن لما تيجي تتجاوز تتجاوز عشان الجواز بالنسبة لك قيمة إضافية لو لو رحت تتجاوز والجواز بالنسبة لك مش قيمة إضافية انت هتفسد حياتك وحياة الآخرين لازم تتجاوز عشان الجواز بالنسبة لك قيمة إضافية ابحث بقى عن القيمة الإضافية دي ايه تاني حاجة اتجوز بجدية بلاش اتجوز وانت كسول إيه اللي حاصل الوقت ما يجيب ومعرفش لا اتجوز بجدية علشان الجدية دي هتخليك تحس بإنك انت شخص قوي شخص قادر تتحمل المسؤولية اتجوز وعندك قدارة دور على مهاراتك شف مهاراتك في التواصل ايه يا ميتها شف مهاراتك في حل المشكلات ايه هي شف مهاراتك في التغاضي شف مهاراتك في ان انت عندك طموح حان ما عندكش طموح شوف مهرتك في انك انت تستطيع ان انت تلهم باتصالك اللي حولك ولا لا كل دي مهارات مهمة جدا جدا وانت راح تتجوز حاجة اللي بعد كده لازم تشوف الجودة انت حياتك الاسرية هتكون ايه معايير الجودة اللي انت حطتها لحياتك الزوجية معايير الجودة ان بيتك يكون هادي معايير الجودة ان انت وزوجتك بينكم مشترك كتير انت بينك وبين زوجتك قدرة على التحاور ايه معايير الجودة ايه معايير الجودة اللي بينكم وبين اصرتكم كثير من الناس بيهتموا بمعايير الاختيار أنا كمان عايزك تهتم بمعايير العيش الهاني بمعايير العشرة الحسنة بينك وبين زوجتك كمان إحنا لازم نتكلم كمان عن الجمال لازم كل حاجة بتعملها مع زوجتك وكل حاجة بتعملها مع زوجتك لازم يكون فيها جمال الجواز من غير جمال ما يبقاش زواج يبقى أيه؟ يبقى حياة مفروضة علينا يبقى عبارة عن تنقل من مكان إلى مكان لكن الجواز اللي فيه جمال هو الجواز اللي بيحس فيه بنعمة ربنا لأن مدد ربنا هو الجمال اللي محطوط في الجواز الناس لازم تعمل تقول كلام حلو لازم تحس بأن اللي حواليهم يحسوا بأنهم فرحانين أن الجواز ده واتدخل عليهم بهجة دخل عليهم سرور دخل عليهم كمان فرح دخل عليهم ابتكار وإبداع ونور وبركة كمان إذا ما حصلش يبقى الجواز مش ماشي في طريقه الصحيح الخمس معايير ديت هي معايير الاتزان ياريت كل واحد فينا أبني متجوز وياريت كل واحد فينا حتى لما يتجوز يراجع نفسه ويشوف كده هو في حالة اتزان زواجي ولا لا أو هو في حالة اتزان قبل الزواج ولا لا ويقيس نفسه على معايير الخمسة دول على الجدوى وعلى الجدية وعلى الجدارة وعلى الجودة وعلى الجمال واحد يجي يقول لي طب ليه ده كله ما احنا بنتجوز زي بالضبط الناس كثيرة يقولك ما احنا بنتجوز يعني ما احنا طوله مننا بتجوز والجواز محتاج لده كله تعالوا شوفوا النتائج الوخيمة اللي احنا وصلنا لها تعالوا شوفوا ارتفاع النسب الطلاق لما الناس تجوزوا وهم غير متزنين إلا حصل تعالوا شوفوا الناس مشاكلوا مشكلها إيه مشاكل بأصبحت معقدة جدا 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 ليه؟ عشان فقد الخمسة دول فقد ان الناس بتجوز من غير هدف الناس بتجوز وهم كسالة شوف الكسل الكسل الزواجي بيخلي الزوجة تحس ان زوجها اعتمادي وهو مش اعتمادي بس مجرد ان هو زوج غير جاد فالزوجة تحس ان هو اعتمادي اسأله كتيب من الزواجات اللي هم سمعين دلوقتي هتقول لي اه انا حاس ان هو راجل كويس بس كسول فتفسر الكسل عنده ان هو شخص اعتمادي بيعتمد عليها او واحد معندوش مهارة تقول له اه راجل طيب بس مش قادر عاجز عاجز ان هو يغيره من حياته اتعلمه شوية مهارات كتيرة في الزواج عندنا عشرين مهارة في يوم الايام هنتكلم عنهم عشرين مهارة اولية من مهارات الزواج لازم نتكلم عنهم ذكرت خمسة منهم من شوية وهنكمل عليهم وهنتكلم عن مهارات الزواجية لازم يبقى عندنا مهارات زواجية لازم نتعلمها عشان نقدر نمشي في الزواج كمان احنا لازم يكون عندنا جودة ما ينفعش تعطي لزوجتك اي كلمة او تعطي لحياتك اي وقت لازم الوقت يبقى فيه جودة لازم النظرة يبقى فيها جودة كل ده لازم يبقى فيه معايير عشان نقدر نقف قدام ربنا ونقول له احنا امنا بالامانة دي وما تنسوش الكلام الحلو لان الكلام الحلو يدوب اي وجع وكمان يجبر الخواطر وكمان يزيل الهموم بيوتنا محتاجين الخمس معايير دولة يا رب وفقنا ان احنا نكون على قدر المسؤولية وكمان نزوق مددك بانك يسرت علينا الخمس حاجات دول ونقدر نكون جادرين بان احنا نكون اصحاب السعادة لما نكون اصحاب هذه النعمة الخمسة اللي انت يا مولانا يسرت لنا الطريق بيها عندما جعلت لنا رسول كريم ودود يسر طريق الخمسة دولة يا رب بارك لنا وجعلنا نتبه حضرة النبي عشان نقدر نحصل الخمس معايير دولة فنكون من اهل الاتزان ونذوق حلوة الامان باتباع النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم